موسعد أبو فاجر خرج بخلال الساعات القليلة الماضية وقعد يتكلم وقعد يعمل عملية برضو محطة صرف الصحي طالع كلام ده صورته وهو من أبناء سيناء للأسف الشديد أبناء سيناء أبناء سيناء زي أبناء النوبة زي أبناء بحري زي أبناء الصعيد زي أبناء إسكندرية زي أبناء مطروع كلهم مصريين المصرية الدم المصري بيجري في عرؤهم لكن زي كل أسرة وزي كل مؤسسة فيها الحلوفة الوحش فها الصالح وفها الطالح هذا الفاسد وده مش كلامي هذا الطالح ده برضو مش كلامي هذا العميل الخائن سميه زي ما انت عايز موسعد أبو فاجر الراجل خرج علينا بمجموعة فيديوهات مبارح ولقاءات سواء في مكملين ولا في الشرق ولا في الجزيرة شغال عمال يتقول ويحاول أن ينال من علان السماء يحاول أن ينال من الحقيقة يحاول أن ينال من حقائق وينال من ثوابت وينال من تاريخ وينال من أمة بكاملها موسعد أبو فاجر لقدام حضراتكم في هذه الصورة قصته سريعا لمن لا يعرف ده من رفح وتم تعيينه في هيئة قناة السويس يعني مش خالي شغل ده منين من رفح في شمال سيناء وتم تعيينه والتحق في العمل بهيئة قناة السويس يعني ولاد سينا ولاد البحيرة ولاد الشرقية ولاد كله فشغلت هيئة قناة السويس أنا معرفش صراحة حتى الآن هو لسه على زم هذه القناة السويس ولا لا أنا معرفش بس الناس تراجع يعني لأنه فيه خلايا كتير نايمة في كل مؤسسات الدولة لازم الناس تصحصح ومش عيب ان احنا نقول أنا مش عيب ان احنا نقول فيه أنركية وفيه ناس ضد الدولة وفيه ناس خوانة وفيه في كل مؤسسات الدولة يعني أنا بكرا ان شاء الله أعرض عليكم مجموع الأسماء الصادمة في بعض المؤسسات المهمة جدا في الدولة خلايا إخوانية نايمة وصحة وكل خلينا نرجع بس التاني لمسعد اللي جيه من رفح راح اشتغل في القناة السويس وجوده في الإسماعيلية قربه من مجموعة من اليساريين وقدم نفسه على أنه يساري وقدم نفسه على أنه رجل بيحمل أفكار يسارية وأنه كاتب قاص كاتب قصة وأنه مثقف وأنه التحموا ببعض مجموعة من اليساريين في الإسماعيلية واحتضن ومسعد أبو فجر لكن في يوم الأيام كان فيه على مقه في مدينة الإسماعيلية كان قاعد جمال الله يرحمه جمال عبد المعتمد ده رواء إسماعلاوي وأحد القيادات اليسارية المعروفة في مدينة الإسماعيلية سيد جبالي وده قيادة عملية اللي هو سيد جبالي وصحبنا مسعد أبو فجر وقاعدين على مقه في مدينة الإسماعيلية قام فجأة فجأة سيد جبالي وجمال عبد المعتمد قاموا ومسكوا ومسعد أبو فجر ضربوه علقة علقة موت إيه اللي حصل والناس تلمتوا وحشوا هاي موتوا خاصة جمال عبد المعتمد الله يرحمه القصة دي موجود دلوقت سيد جبالي اسألوه يعني سيد جبالي القيادة عملية في الإسماعيلية اسألوه موجود في ناس شهود عيان كتير من الإسماعيلية على الواقع دي إيه الموضوع ده أنا أبوه ليه قال لك الواقع ده خاين الواقع ده عميل ليه قال لك الواقع ده مش مظبوط الواقع ده بيلعب بالبيضة والحجر الواقع ده بتاحت ثلاث ورقات مرة يقول أنا يا ساري وهاخش حزب التجمع ومرة نقفش معاكر نيل حزب الوطني وشغال عدو مجلس محلي مش عارف فين ومرة تاني اللي لقى ضد الحزب الوطني وشغال شكل الواد مش مظبوط وشكله عنده علاقة باليهود ده فين في علقة الإسماعيلية الشهيرة طبعا أبو فجر ده ولا أبو فجر سامع الكلام لو عنده زرّة شجاعة ينكر علقة الإسماعيلية اللي ادهاله جمال عبد المعتمد بحضور ومشاركة سيد جبالي وسيد جبالي حي يرزق دي أول أول لقطة تاني لقطة اشتغل موظف بقى في اليسار بيتحرك رأى عامل حركة أو جماعة سماها ودنا نعيش ودنا نعيش يعني ايه ودنا نعيش جاء من ودنا نعيش يعني يعني جاء من ود ودنا نعيش أو بدنا نعيش يعني هو عامل حملة مجموعة وسمهاها ودنا نعيش بيعمل ايه مجموعة من أصدقاءه مجموعة من حواريه من سينة أو من غيره ويروحوا يتزهروا في أماكن محددة في أماكن تجمع قوات حفظ السلام الدولي في سينة طبعاً تعرفين منطقة أولى ومنطقة تانية ومنطقة تالتة ألف وبيه وجيم تبقى الاتفاقية كان بديفيد في بعض المناطق اللي بيبقى فيها قوات حفظ السلام الدولية موجودة بتحرص وتحفظ يروحوا مثلاً أبو فاجر مع مجموعة معاه مرتزقة ويرفعوا قريات ولا يرفعوا كلام قدام قوات حفظ السلام الدولية ليه؟ الهدف ما بيعملش مظاهرات في مصر ولا هنا ولا هنا ولفسينا مع الناس المحترمين لا هو رايح بيبلغ الأجانب اللي هناك أنا متظاهر أنا مسعد أبو فاجر أنا أحاول أن يكون هناك مطالب أو هناك مطالب وغالبيتها مطالب بتمثل أمن القوم المصري في هذا الحين لما كل شيء يروعاً دي قوات حفظ السلام يرفع رايات ويعمل مظاهرات ويشتم في مصر تم القبض عليه بمعرفة قوات الأمن المصري قبض عليه بدأ اليساريين صحابه يضغطوا من خلال أكتر من مصر للإفراج عنه فاشل كل ما يروحوا يضوروا يضغطوا على الأمن واليضغطوا على يشوف وسطة مع قيادات منسين هييفشالوا الجمع اليسارين الوطنيين المحترمين راحوا للدكتور رفعة السعيد الله يرحمه ده راجل الأب الروح لليسار والكيان وحزب التجمع قال لهم لا وكان عيدوا مجرسور قال لهم لا أنا هعملت صلاتي واشوف إمكانية ما يجري الدنيا يومين رجع بعد يومين الدكتور رفعة السعيد مكفهر الوجه غاضب في حالة يرثى لها راحين له قال لهم ما حدش فيك ويجيب سيرة هذا الولد على لسانه انتو من سكة وهو من سكة ده الكلام ده نصا المرحوم رفعة السعيد قال ليه قيادات يسارية توسطت لديه عشان يتوسط لجهزة الأمن لفراج عن المسعد أبو فجر رفعة السعيد طلع قال لهم ايه وحد يجيب سيرة هذا الولد على لسانه انتو من سكة وهو من سكة ده عوصة ده واحد طب ليه قال سكة لم ينطق الدكتور قال له ما قدرش هتكلم مش هتكلم شايفك نصحتي ليكم ملكوش دعب الولد ده لأن الولد ده وراه بلاوي مين اللي قال كده المرحوم رفعة السعيد رئيسة بنتا جمار مرة الأيام واكتشف هؤلاء اليساريين وطبعا الله يرحمه دكتور رفعة السعيد قال لبعض المقربين الثقات أن مسعد أبو فجر بيتعامل تعامل مباشر مع المساد الإسرائيلي قولا واحدا أنا حكيت القصة من ساعة ما ميش من رفع في الشغف الإسماعيلية في قناة السويس اتقرب من الجماعة اليسار دربوه على مقف الإسماعيلية عبد المرحوم جمال عبد المعتمل وسيد جبالي وبعدين اتقبض عليه لما راح يتظهر أمام قوات حجز السلام راح ودخلوا رفعة سعيد يتوسط رفعة سعيد عرف القصة وبعد قال لهم بيعيدوا عنه لأنه على علاقة وثيقة بمين؟ بمين؟ بالكالل إسرائيلي بشكله بآخر ده رفعة ده طيب خليني خليني أروح كل نشاطه كل نشاطه كل كتاباته عنده نزعة غير وطنية نزعة فيها انفصال نزعة فيها بيتكلم عن سينة وقولك المصريين يعني بيتكلم عن سينة وقول المصريين عمل رواية 2009 اسمها طلعت البدن اهي ده الرواية اللي عملها موسى ده بفاجر وطلحها مشارها عند محمد هاشم دار ميرت وانتو عارفين محمد هاشم ودار ميرت ودورها في 2011 25 ناير كان بيت الثوار بيقول اللي هو محمد هاشم كان فاتح دار ميرت كدار للثوار وكان بيلتقي عنده على الاسواني ومين ومين واد الرواية انا بسأل بس الناس بقول اقروا الكلام اللي موجود في رواية طلعت البدن بيتكلم فيها عن ايه بيقول عمل خلاصته يعني خلاصة القصة والرواية بيقول عمل مقارنة مثل ابو فجر ابو فجر بين بيقول قبل الاحتلال الاسرائيلي لسيناء اثناء الاحتلال الاسرائيلي لسيناء وبعد الاستقلال وبعد انتصار اكتوبر بيقول مقارنة يا سلام على ايام الاحتلال يا سلام زي محمد ناصر ما قال الاحتلال الانجليزي كان رائع فاكرين الكلام دول فهو محمد مش انا ابو فجر بيقول عمل في الكتاب اللي ناشره محمد هاشم في دار ميرت ورجعوه وانا مش عارف الناس بتراجع ازاي الروايات والقصص هيقول له الحرية دي مش حرية لا 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 الحرية أقول زي ما انت عايد الحرية ما يجيش في رواية يتكلم فيها ويشيد بالاحتلال الاسرائيلي لسيناء ويهاجم القوات المصرية والجيش المصري والسلطات المصرية ويقول انهما بيعملوا البدو ويتكلم على البدو المصريين والبدو الاسرائيليين في قلب الكتاب هذا الكلام البدو والمصريين واليهود المحتلين يبقى الاحتلال الاسرائيلي لسيناء وبيكلم على التعصف الامن الذي يواجه يواجه ابناء سيناء من خلال امن وعمال يقارن بيشيد بالاحتلال الاسرائيلي لسيناء وبيهاجم سلطات الدولة المصرية ويتجه في روايته إلى أنه بيتكلم على المصريين يقول المصريين وكأنه هو مش مصري إذا كان مصر أبو فاجر هو بالتأكيد نبتة شيطانية إن كنت أنت مش مصري ونبتة شيطانية وأنا أتق في هذا وأميل إلى هذا أبناء سيناء مصريون أبناء سيناء المصرية بتجري في عرقهم أبناء سيناء الأصلاء المحترمين الشرفاء الأبطال الذين ساهموا كانوا في مقدمة الدولة المصرية في كل حروبها كانوا أبناء سيناء الوقود الحقيقي للوطنية الدماء اللي بتجري في عرق بدو سيناء بدو سيناء بدو مصر اللي موجودين في سيناء شرفاء لا يلوثهم أحد حتى ولو كان من بني جلدتهم حتى لو كان منهم مسعد أبو فاجر أنا بسأل مسعد أبو فاجر بسأله بقول سؤال واضح وعايش حد يجواب عليه بقول ما علاقة مسعد أبو فاجر بتفجيرات خط الغاز في فترة الفوضى 2011 و12 و13 سؤال بسأله ما هي علاقة مسعد أبو فاجر بتفجيرات خط الغاز في فترة الفوضى اللي كانت عارمة بعد ما جرى في مصر في 25 يناير علاقة مسعد أبو فاجر بتجار المخدرات الموجودين في سيناء وتجار السلاح الموجودين في سيناء علاقتوا بيهم إيه؟ أنا بسأل أبناء سيناء عارفين أبناء سيناء محترمين وأبناء سيناء أنا شخصيا بقهوة هذا الجو هؤلاء الناس اللي فعلا مخلصين 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 الوطنية بتسري يد دروس في الوطنية أميجي واحد زي مسعد أبو فاجر يطلع عمرنا ما نقول أبناء سيناء لا ما احنا عندنا هو في كل مكان في مصر في خوانة وفي عملاء وفي وفي عمره ما يوصم المكان بسلوكه لكنه هو خاين أكيد من ظهر الخاين أكيد برضو من ظهر الخاين أكيد عميل وأنا بقول الكلام اللي أنا بقوله المعلومات اللي عندي ومعلومات دقيقة ومسؤول عنها أمام الله أولا وبقول تاني أنه أبناء سيناء العارفين عارفين هذا الكلام عارفين من هو موسعد أبو فاجر ما هي ممارساته النهاردة لما يطلع على قنوات إخوانية عميلة وقنوات قطرية زي قناة الجزيرة القطرية يبدأ يتكلم على الدولة المصرية والجيش المصري الشعب المصري والرئيس المصري يبدأ أن يضع هؤلاء في جمل من بنات أفكاره يتحدث بشكل لا يليق بشكل غير مقبول